شهد عام 2017 أكثر من 800 حملة دهم نتج عنها اعتقال لأكثر من 8000 شخص بالإضافة إلى مقتل أكثر من 200 معتقل بحسب الإحصائيات الحكومية التي اعتمدت على بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين حصرا كما أنها لا تشمل الاعتقالات السرية لبقية الأجهزة فشهر كانون الثاني شهد 56 حملة دهم أسفرت عن اعتقال 303 أشخاص ومقتل 14 آخرين وكان للعاصمة بغداد نصيب الأسد من المعتقلين فيما حلت نينوى بالمركز الثاني ومحافظة ديالا بالمركز الثالث أما شهر شباط فقد شنت القوات الحكومية 60 حملة دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال 799 شخصا ورافقتها 23 حالة قتل وكانت محافظة واسط الأكثر عرضة للاعتقالات تلتها محافظة نينوى ثم العاصمة بغداد شهر آذار شهد بدوره 59 حملة دهم معلنة أسفرت عن اعتقال 641 مواطنا و35 حالة قتل رافقت تلك الاعتقالات أكثر المحافظات عرضة للاعتقالات كانت التأميم ثم نينوى ثم محافظة واسط شهر نيسان هو الآخر شهد قيام القوات الحكومية بـ 89 حملة دهم معلنة نتج عنها اعتقال 595 شخصا ورافقتها 44 حالة قتل أما المحافظات الثلاث التي شهدت أكثر عدد من المعتقلين توزعت على محافظة ذيقار ثم العاصمة بغداد فأديالا شهر آيار أيضا شهد 75 حملة دهم معلنة أسفرت عن اعتقال 433 شخصا ورافقتها ثمان حالات قتل وكانت محافظة نينوى أكثر المحافظات من حيث عدد المعتقلين ثم محافظة ديالا ثم العاصمة بغداد أما شهر حزيران فقد شهد 92 حملة دهم معلنة أسفرت عن اعتقال 656 شخصا رافقتها 9 حالات قتل وكان لمحافظة ميسان النصيب الأكبر من حيث عدد المعتقلين ثم العاصمة بغداد ثم ديالا لكن شهر تموز كان لافتا في أرقامه فقد شهد 87 حملة دهم معلنة أسفرت عن اعتقال 1867 مواطنا رافقتها 12 حالة قتل وكانت واسط أكثر محافظة من حيث عدد المعتقلين ثم محافظة ذيقار ثم محافظة المثنى شهر آب كان أقل حدة حيث انخفضت أعداد حملات الدهم والتفتيش فيه إلى 71 حملة معلنة نتج عنها اعتقال 592 شخصا و17 حالة قتل وكانت كربلاء بالمركز الأول ثم العاصمة بغداد ثم محافظة ديالا وكذلك كان الوضع في شهر أيلول حيث شهد 67 حملة دهم معلنة لكن ارتفع عدد المعتقلين فيه إلى 676 شخصا ورافقها 19 حالة قتل أما ترتيب المحافظات من حيث عدد المعتقلين فقد تصدرت محافظة واسط ثم نينوى ثم ديالا شهر تشرين الأول هو الآخر شهد 75 حملة دهم معلنة أسفرت عن اعتقال 773 شخصا و11 حالة قتل وكانت المحافظات الأكثر تعرضا للاعتقالات بالترتيب كالآتي محافظة ميسان ثم محافظة ديالا ثم العاصمة بغداد شهر تشرين الثاني أيضا شهد 59 حالة دهم معلنة أسفرت عن اعتقال 491 شخصا ورافقتها سبع حالات قتل ديالا جاءت بالمركز الأول ثم العاصمة بغداد ثم محافظة البصرة أما شهر كانون الأول فقد شهد أكثر من عشر حملات دهم وتفتيش رافقتها اعتقال أو رافقها اعتقال أكثر من 60 شخصا وجاءت محافظة الأنبار بالمرتبة الأولى ثم ديالا ثم العاصمة بغداد ترجمة نانسي قنقر